تفاصيل تأشيرة السعودية الإلكترونية وسعرها وطريقة الحصول عليها لزيارة المملكة لمدة 90 يوم أهلاً وسهلاً بكم في نشرة جديدة تأتيكم من تلفزيون الوطن النهاردة وزارة الخارجية السعودية أطلقت خدمة التأشيرة الإلكترونية في سبعة دول كمرحلة أولى من الخدمة من بينهم مصر وأشارت كمان وزارة الخارجية إلى أن الخدمة الجديدة دي هتسهم في إلغاء لاصق التأشيرة اللي بيوضع على جواز سفر المستفيد وهيتم تحولها إلى التأشيرة الإلكترونية واللي بيتم قراءة بياناتها من خلال رمز الاستجابة QR Code كمان توفير المملكة العربية السعودية الخدمة الإلكترونية الجديدة واللي هي التأشيرة الإلكترونية هيكون بمسمى تأشيرة الزيارة الإلكترونية للراغبين في الزيارة السعودية وده سواء بغرض السياحة أو الزيارة العائلية أو حتى للعمالة وهي خطوة كجزء من مبادرة الحكومة لتطوير القطاع السياحي وكمان تسهيل الإجراءات لجميع الراغبين لزيارة البلاد التأشيرة الإلكترونية السعودية هتتيح للحاصلين عليها دخول البلاد والبقاء فيها لمدة 90 يوم وهتكون صالحة لاستخدام لمدة عام من تاريخ إصدارها تقدر حضرتك تدخل خلالهم المملكة في أي وقت وكمان تقعد فيها 90 يوم بحد أقصى هيكون الحصول على التأشير الإلكترونية للسعودي من خلال التقدم عبر الإنترنت وذلك من خلال بعض الخطوات البسيطة هنقول لحضركم دلوقتي أول حاجة بيتوجه المتقدم الراغب في الحصول على التأشير إلى موقع وزارة الخارجية السعودية على الإنترنت يقوم المتقدم بملء طلب التأشير الإلكترونية خلال كتابة البيانات الشخصية الفاصة بي وكمان المعلومات الأخرى اللي هتطلب منك وانت بتسجل كمان بيتعين عليك أن أنت تقدم جميع المستندات المطلوبة من على موقع الوزارة منها جواز السفر الخاص بيك والصورة الشخصية وغيرها بتدفع رسوم التأشيرة اللي موجودة على المنصة الإلكترونية وفي هذه الخطوة ينتظر المتقدم لمدة تتراوح ما بين يوم لثلاثة يام علشان تقدر أن أنت تحصل على التأشير الإلكترونية حيث أن الوزارة تقوم بإجراء التحريات بشأن بيانات ومستندات المتقدم طبعا قبل إصدار التأشيرة في النهاية في حالة موافقة الوزارة على التأشيرة يقوم المتقدم بتحميل التأشيرة الإلكترونية من المنصة الإلكترونية وكمان طباعتها لعرضة عند الوصول إلى السعودية أما عن سعر التأشيرة الإلكترونية فتم الإعلان على أنها تكون مقابل دفع مبلغ يقدر بنحو 535 ريال سعودي وده لجميع المسافرين القادمين من قائمة الدول الـ 49 لدخول السعودية واللي بدأت النهاردة تطبيق النظام الجديد على سبعة دول كمرحلة أولى من بينهم جمهورية مصر العربية مشاهدي ومتابعي شاشة تلفزيون الوطن في كل مكان وصلنا معكم إلى نهاية تغطيتنا الإخبارية ومستمرين ومتابعين معكم تغطيات إخبارية أخرى لمدار اليوم شكرا على طيب المتابعة